هلي دكتور ينفع ان احنا نشفط الضهون من مكان في جسمنا يكون مليان شوية يعني اكترية السيدات بيعانوا مثلا من الارداف بيعانوا من مشاكل معاينة زي مثلا امتلاء المنطقة اللي هي السفلية هل ينفع نعمل شفط ضهون ونرجعه في مكان تاني عشان شكل الجسم او شكل الشي بيختلف طبعا احنا بنعمل حاجة اسمها ليبوساكشن او النحت او الشفط او ليه اسمي كتير قوي او فيه كمان الفور دي ليبوساكشن ليه اسمي كتير بس كلها تندرك تحت ان انا بعمل اعادة توزيع للدهون في الجسم معظم جيناتنا كمصريين الجزء السفلي من الجسم دايما مليان اكتر من الجزء العلوي لأ وفيه ناس كمان عندها درعاتها بتبقى مليانة وتعرفش تلبس متعرفش تلبس اي حاجة تقولي انا دايما اجي البس اجيب مقاس كبير وببقى مش مبسوطة وخايفة وعايزة داري درعاتي وكده فدي اسمها سمنة موضوعية يعني انا عندي جزء معين في الجسم توزيع الدهون فيه مش حلوة فهي عملت كل حاجة لعبة رياضة عملت دايت فانما بتعمل دايت الاماكن اللي هي رفاية بتخس اكتر من الاماكن المليانة خاصة الناس اللي وشها بيبقى اصلا رفاية يا دكتور ما عندهاش دهون كتير في الوش بتقعد تخس تخس الوش عمالي ينزل جامد قوي والجسم برضو مازال او الاماكن اللي هي عايزة تخسسها مازالت ممتلقة برضو بالضبط فهي تجي تعمل دايت تلاقي وشها بقى بقى سيء جدا وبردو مخسطش من مكان اللي هي عايزة وزي الرجال برضو لو حد عنده سمنة موضوعية في البطن هو بيجي بيقولي انا ما بعرفش ألبس القميس بحس ان انا من فوق بقى واسع وبجيب مقاس اكبر عشان بطني مليانة قوي طبعا الشفط عملية بسيطة جدا وبتتم ممكن على بنج موضعي وممكن بنج نصفي وممكن بنج كلي احنا بنشفط دهون طبعا هي مش جراحة يعني ما فيهاش فتحة وخياطة وكده بكانيولة 2 ملي يعني اي لكده 2 ملي بنشفط الدهون من مكان ونحقنها في مكان اي مثلا هنشفط من البطن هنحقن في السادي مثلا في نستدروم رفايا قوي نشفط من البطن هنحقن مثلا في المؤخرة على حسب لكن ملهاش يا دكتور اي مخاطر ملهاش الدهون دي مثلا على المادة البعيد ما تتحولش مثلا تبقى مؤزية للجسم ملهاش اي مشاكل خاطر خالص دي اسمها الدهون ذاتية ده انت بتشفطي من مكان في نفس الجسم وتحقنيه في مكان تاني فملهاش اي سايد افاكت طبعا طب ينفع الدهون دي يا دكتور تتشفط من اماكن فيها دهون زي ما احنا بنتكلم في الجسم وتتحقن ككنتور للوش طبعا فيه ناس بتقولي انا مثلا فيلرز بيقعد مثلا سنة وعايز يتحقن تاني فيه ناس تقولي لا انا ما عنديش رفاهية ان انا حقن كل سنة تقولي لا انا حشفط دون دون تقعد خمس سنين يعني او اكتر فبنشفط مثلا من البطن مثلا وتقولي انا عايز اعمل كنتور لوشي او انا كنت تخينة قوي وخسيت فوشي بقى رفاع والناس كلها بتقولي انا وشي رفاع وانا مش متعودة على شكلي كده ففي الحالة دي بنشفط لها دهون ونحقنها في الوش بطريقة معينة يكون شكلها جميل هل ينفع مع كل الاشخاص او كل الناس اللي بتعاني من مشاكل مثلا انها وشها رفاع شوية او دهون فيه قليلة على الحين انها ممكن تشفط دهون من اماكن وتحقنها للوش لا طبعا لا كل حالة يعني مثلا انا عندي حد وشه فيه جلد مترهل استحقن دهون اقول لها لا احنا احقن فلر اندي مترهل الوش مترهل يعني طب ما هو كتير يا دكتور بيبقوا عايزينه يعمل زي امتلاء كده ما ينفعش لو مترهل ما ينفعش لان الدهون كسافة اتقل من الفلر الفلر هيشد الوش لكن الدهون مش هتشدها الدهون بتعمل امتلاء فقط فلازم الوش اصلا الجلد يكون كويس جدا وفي نفس الوقت الوش مشدود ساعتها اعمل امتلاء بالدهون لكن لو انا عندي جلد مترهل الدهون هتقزيني اكتر هتوقع الجلد اكتر لان الدهون كتلة اتقل من الفلر الفلر خفيف جدا بيعمل معي ليفتنج الدهون لا اشتركوا في القناة